أهلا بحضراتكم مرة تانية. عندنا بعض الأخبار المهمة اللي بتخص النادي الأهلي بشكل عام وبالتحديد الفرية الأول لقرة القدم. وفي إطار الاستعداد وبداية المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمباراة الزهاب أمام الاتحاد المنستري في دور الـ 32 مبطولة دورة أبطال أفريقيا. خلينا أقول لحضراتكم زي ما أكيد حضراتكم متابعين سلسلة الاجتماعات المتتالية من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع عدد من من هم منوطين ومسؤولين عن الكورة داخل النادي الأهلي بداية بالفريق الأول والجهاز الفني الفريق الأول بقيادة كولش ومساعده جامبريلي وأيضا الكابتن سيد عبدالحفيز. والكلام ده كان إمبارح اجتماع أولي وتم التطرق فيه لبعض الأمور والجوانب المهمة جدا اللي بتتعلق بالاستعداد الفني والإداري للمرحلة الهمة المقبلة وأكيد فيه أكتر من ملف يعني تم التحدث فيه خلال هذا الاجتماع اللي كان بالأمس. بخلاف هذا الاجتماع أيضا كان فيه اجتماع آخر وهو مع لجنة التخطيط للكورة طبعا فيه زل تواجد الكابتن محمود الخطيب في الاجتماع طبعا بما أنه رئيس النادي الأهلي الكابتن حسام غالي كمان اللي هو مجلس إدارة النادي في تواجد الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة. وأيضا في حضور أعضاء لجنة التخطيط الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف وده كان أيضا في إطار الحديث عن كل الملفات ومنقشة كافة الأمور الفنية والإدارية لقطاع كرة القدم داخل النادي. وتوفير الاحتياجات الخاصة بالقطاع قبل انطلاق الموسم الجديد. وهي كلها اجتماعات تطمينية وهمة جدا من قبل الكابتن محمود الخطيب اللي إن شاء الله بإذن الله عنده رحلة سريعة في الخارج لمتابعة حالته الصحية. إن شاء الله يكون بألف صحة وخير. طيب في إطار أيضا الاجتماعات المستمرة النهاردة كان فيه اجتماع للكابتن محمود الخطيب مع شركة الأهلي لقرة القدم. وكان من خلالها بيتم الاتفاق على آلية العمل خلال الفترة اللي جاية وكيفية التنصيق بين مجلس إدارة النادي الأهلي وأيضا الشركة في مختلف الملفات. وإزاي يكون فيه تعاون ما بينهم في الملفات المكلفين بيها والمهام اللي مكلف بيها طبعا شركة الأهلي للكرة القدم. حضر الاجتماع زي ما حالكم شايفين كده في الصورة طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيسي النادي. المهندس عدل القياي رئيسي الشركة. وأيضا في حضور الأستاذ خالد عبدالقادر عضو الشركة. وأيضا الأستاذ أحمد حسام عوض عضو مجلس الإدارة. ودكتور سعد شلبي مدير التنفيذي للنادي. وأكيد برضو في إطار التنصيق لبعض الملفات المهمة. يعني أمورك قاية في الأهمية. إن شاء الله بإذن الله نتمنى كل التوفيق لكل المسؤولين داخل النادي الأهلي في إطار هذه المرحلة الهمة. دايما المرحلة اللي بتصبق انطلاق أي موسم بتبقى أحد أهم المراحل. لأن مهمة أوي إن البداية على مختلف الأصاعدة تبقى بداية وانطلاقة مناسبة لموسم جديد. إن شاء الله يكون حافل بالإنجازات والأرقاب والأخبار كمان السعيدة والمفرحة. بالنسبة لجماهير النادي الأهلي اللي أكيد تستاهل. تستاهل كل الفرحة وتستاهل البطولات اللي بإذن الله الأهلي حقا السنادي على غرار فترات كبيرة أو سابقة. ويمكن الموسم اللي فات ما كانش فيه توفيق بالنسبة للفريق بسبب عامل كتير. لكن الأهم طبعا القادم وإن شاء الله القادم يكون أفضل بكتير. قوي قوي بالنسبة للنادي الأهلي والجماهير.